التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرنيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري لتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي شدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية كما أكد الرئيس السيسي على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه تناول الاجتماع جهود تعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي وخاصة ما يتعلق بالدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر كما اطلع رئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص فضلا عن أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وتطورات برنامج نوفي شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في متابعة أسعار السلع لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تسليمه عددا من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة أن الحكومة حددت مجموعة تشمل سبع سلع استراتيجية لمتابعتها وضبط أسعارها محذرا من أي ممارسات تستهدف احتكار أو إخفاء هذه السلع كما أكد مدبولي أن الدولة ستعمل على متابعة موقف تنفيذ قراراتها على الأرض بصورة أسبوعية هذا وأعلن مدبولي عن إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لاستقبال بيانات الانتاج الخاصة بالسلع لمتابعة موقف توافرها ولضمان عدم حدوث أزمات في مجموعة السلع الاستراتيجية المحددة استشد أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات إثرى قصف طائرات ومدفعية الاحتلال للمنازل وسط قطاع غزة ورفح جنوبا وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة السورحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة واستشد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الزويدة وسط قطاع غزة كما سقط عدد من الشهداء والقرحة إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا أن سكان قطاع غزة يعانون مجاعة كارثية وفي تدوينة على حساب الوكالة الأممية عبر منصة أكس قال مدير شؤون الأنروا بغزة توماس وايت أن 40% من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة لافتا لوجود حالة مليحة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان بما في ذلك شمال غزة أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024 وجاء في تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذه الخطوة تعد إحدى أهداف السياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة القوات المعادية وتقول كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر الماضي وبست صورا للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وقواعد عسكرية أمريكية ومناطق محددة في كوريا الجنوبية تعهدت موسكو بالرد على الهجوم على بلغراد المتاخمة للحدود مع أوكرانيا والذي أصفر عن مقتل 21 شخصا واتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم على بلغراد أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم طفلان وإصابة 111 آخرين على الأقل بجروح وأكدت أنه لن يمر بدون عقاب على حد وصفها ويأتي هذا الهجوم غدا تضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أصفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بحسب السلطات الأوكرانية أعلنت أوكرانيا أنها صدرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في أغسطس أصبح مهما لتجارتها رغم التهديدات الروسية بالقصف وقال وزير البناء التحتية الأوكرانية أليكزاندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات وأعراب عن امتنانه للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر